السلام عليكم اخواني اخواتي اعزائي الكرام متتبعي القناة الاوفياء للقناة مرحبا مرة اخرى. اتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة وباحوال طيبة. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ان شاء الله سوف نرى خلاله الميناء ديال مدينة اسفي والتاريخ ديال واحد انه بدواجيز على التاريخ ديال والميناء الجديد اللي تحدث مؤخرا وبسم الله على بركة الله ما تنسونيش ان شاء الله بالاشتراك ديالكم بالنسبة للجدد واللايك ديالكم والتعريق ديالكم اللي انه هي المحفز الرئيسي ديالي وهي اللي تدخليني نبحث على كل ما انتوما في الاهتمام ديالكم وكل ما تصب في الارضاء ديال الادواق ديالكم والاهتمامات ديالكم نتمنىكم تبقاوا اوفياء ويكتروا معانا ان شاء الله الاوفياء ونشئة ميناء اسفي سنة 1916 حيث شرعة في بناء حوض للقوارب بمساحة اربع هيكتارات وفي سنة 1923 الى 1938 تم تشييد مراحل للحاجز الرئيسي والحاجز العضي وفي سنة 1952 الى غاية 1955 تم توسيع منشآت الحماية وفي سنة 1966 الى غاية 1976 تم بناء رصيف الجنوبي ورصيف الضفة وكانت الحقيقية للاستغلال هي سنة 1924 ويتوفر ميناء اسفي على منشآت بحرية هامة تنقسم الى قسمين القسم الاول متعلق بالميناء التجاري والقسم الثاني يهم ميناء الصيد البحري بحيث يتوفر على منشآت الرصيف ويتكون الحوض رقم واحد من الرصيف الجنوبي مائتين وعشرين متر من ستة الى سبعة امتار فصل خمسين من العمق ورصيف الصيد مائتين وعشرين متر من جوج الى خمسة من العمق وكذا رصيف قوانو مائة وخمسين متر من ثلاثة الى خمسة من العمق ويتوفر الميناء على منشآت اخرى تتضمن سوق لبيع السمك على مساحة ألف ومائتين متر مربع وسوق جديد لبيع السمك على مساحة تلاثمية وثلاثين متر مربع ما يوجد ميزانين جيسريين من فئة عشرين طن واربعين طن واربع محطات للوقود وخمس مصانع للتلج ومن ناحية اخرى يتم يمتد الورش البحري على مساحة اربعة عشر الف متر مربع منها عشر الاف متر مربع مخصصة لعماليات صيانة واربعين الف متر مربع مخصصة لبناء مراكب الصيد ومجهزة بعربات سفن الصيد من فئة ثلاثين من حمولة المراكب وثلاث محركات من فئة 40 إلى 75 حصان وستة مرفوعات يدوية من فئة خمسين إلى مئتين طن واربعة مرفوعات آلية من فئة مئة وعشرين طن وتمانية آليات لرفع سفن الصيد وتم توسيع منطقة مجاورة للميناء بمساحة سبعالاف متر مربع لعمالية بناء مراكب ونظرا لأهمية المدينة من الناحية الصناعية تم تزويد البلاد بميناء قادر على استجابة في الشرط الأول لاحتياجات المرحلة الأولى للمحطة الحرارية ونظرا لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة أو للمدينة وتاريخها في الملاحة وبذلك توفرها على طروات عديدة من الفصفات والباريت أو الجبس جعل منها مدينة تتحول من مدينة إقليمية إلى حاضرة مهمة في أرجاء شمال إفريقيا ولهذا أنشئ الميناء الجديد لأسفي الذي خصص له غلاف قدره 4 مليار درهم هذا الميناء يبعد على أسفي حوالي 15 كم من المدينة وحوالي 6 كم من المركب الكيماوي للفصفات وكذلك كم من المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء هذا الميناء الذي هو جزء من استراتيجية وطنية لفتح أبواب جديدة وسد الطغارات والاحتياجات المغربية في وسائل النقل البحري تساعد بالتعزيز ودعم مكانتها الاقتصادية في الخارج وبهذا يسعى المغرب تعزيز حضوره في الساحة الدولية كمنتج رئيسي وكحديقة خلفية للأسمد الزراعية كما يسمح الميناء الجديد لمدينة أسفي مدينة الخزف أسفي خصوصا ولجهة مراكش أسفي عموما بالتطوير وبالتالي خلق الطروة وتعزيز إمكاناتها المتنوعة والغنية ليس هذا في حسد بل تطمح المدينة الآن إلى إكمال المشروع الجديد للمحطة الحرارية لمدينة فبعد أن قام المغرب لإطلاق أول محطة للطاقة الحرارية بقارة إفريقيا ليدخل رسميا في اعتماد ثالث مصدر طاقي متجدد يعتمد في البلاد بعد الطاقة الرياحية الموجودة بشمال البلاد وجنوبها وكذلك حقول ألواح الشمسية الممتدة بمدينة وارزازات جنوبا أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة أسفي للطاقة في بلاغ مشترك أنه تم تشغيل منطقة حرارية بمدينة أسفي بعد 49 شهر من الأشغال المستمرة وتم إحداث 900 منصب شغل دائم منها 200 داخل المحطة و700 لدى المتعهدين وتتعهد شركة أسفي للطاقة بميزات بيئية مقارنة بالمحطة التقليدية التي تعمل بالفحم ويعد مشروع المحطة الحرارية بالمغرب أكبر استثمار من نوعه في البلاد بقيمة 2.6 مليار دولار وتغفر هذه المحطة الحرارية إنتاجاً سنوياً مكن من تغطية حوالي 25% من الطلب الوطني على الكهرباء في هذه السنة والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لحجم إنتاج المحطة نتيجة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة كما تتميز بتقنيات جد متطورة تستعمل لأول مرة على الصعيد الإفريقي وبالتالي أصبحت أسفي مسؤولة على ربع إنتاج الكهرباء المغربية كما أن جهة أسفي تهتم بتحلية مياه البحر حيث أنشئت محطات لتحلية مياه البحر حيث تم التوقيع على تسريع البرنامج للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي بين عشرين عشرين وعشرين سبعة وعشرين ضمن الموارد المائية الغير الاعتيادية عبر محطات إخواني أخواتي متذبعي الأوفياء نكتافيوا بهذا القدر إن شاء الله على أمل اللقاء بكم في فيديو آخر لا تنسونيش بلايك ديلكم بالاشتراك وبالتعليق محفز إلى اللقاء